بص يا إبراهيم يعني من ساعة أنا كنت أتكلم مع دكتور ساعة وتطرق الحديث على أهم خبر في وجهة نظري بعيدا عن ماتش سيمبا حصل للنادي الآلي خلال الفترة الأخيرة وهو زيارة الوفد السوداني برئاسة هشام الصباط رئيس نادي الهلال السوداني وهو أحد أكبر رجال الأعمال في مجال بيترون في السودان يعني عايزين نقول أن الهلال وراه حضن دافئ قوي وراجل من يوم ما جاءه مهتم أنه ينقل الهلال النقلة اللي بيتمناها كل الهلاليين والشعب السوداني الهلال واحد من أهم الأندية السودانية والعربية هو المريخ يعني الدربي الشهير السوداني الهلال ليه أنا بقول لك الحديث دا كنت مهتم بيه جدا بتفاصيله لأنه دا بيعقدني إلى أنه أرجع بقى فلاش باك آخر زيارة لرئيس نادي للهلال كنت أنا موجود بالصدفة كانت ألفين وحاجة في بداية الألفية ألفين وحاجة كان السيد صلاح إدريس وكان جاء النادي الأهلي في زيارة لأن كل الهلاليين يما كان ينزلوا كان ينزلوا على النادي الأهلي بالهلال وانت تعلم سير جدور وعلاقته بين العلامي الخطير الله يرحمه ويحسن إليه وعمار عمار إمام عمار إمام المرغاني الهلالي للعريق والهلاوي العريق جدا صحيح محموم بالآله فإحنا عايشين العلاقة الحميمة دي فكان هو حتى جاي وكان بيسألنا أنا جاي أدور على مدرب لنادي الهلال وأنا الحقيقة ساعتها يعني رشحت له كابتن مصطفى يونس وفعلا راح معاه وكسب معاه دوري وقته لذلك السحابة العابرة اللي كانت طرقت على العلاقة دي كانت بتدهشني جدا بين الأهل والهلال آه طبعا مش دا اللي متعودين عليه الزيارة دي كابتن شاطة هو واحد من العلامات الكبيرة المشترك أيو أيو الزيارة دي دكتور سعدة طبعا ده في التجمع مبارح مبارح أمس والزيارة دي أنا كنت بعد ما نتطرق على تفاصيلها حولك أهميتها أهميتها الخاصة جدا للنادي الأهلي أهميتها العامة على مستوى حتى الشعبين السوداني والمصري مبارح طبعا كان الحديث ودي تاني زيارة يعني زيارة الأولى كانت لمقر التاريخي الأول الأهلي في الجزيرة تاديم واجب التعزية في وفاة السيد العمري آه ثم جاءت هذه الزيارة في الفرع الأخير للنادي الأهلي آه وما بينهما كان حديثا عن أن الأهلي بيعنده أربع فروع آي ده آخرهم آه السيد هشام آه وهو يتحدث وهذا طبعا ما قال له ليه الدكتور سعد بإسهاب يعني آه قالوا يا جماعة إحنا كنا منبهرين بالأهلي وبالكابتل خطيب تحديدا كلعب كرة آه وكنا عارفينه أنه يعني لعيب حريف ومتميز وفي حتة آه يعني خاصة جدا كلعب كرة كلنا كنا بنحبه لكن لما أنا جيت وشفت كمان النادي الأهلي سواء في الجزيرة أو في التجمع وسمعت عن فرعاي مدينة نصر والشيخ زايد لا ده هو لعيب أكتر في الإدارة يعني يعني اللي يعمل هذا في أقل من أربع سنين هذا الصرح وهو كمان بيطور كل المقرات التانية التلاتة وفي نفس الوقت بيعتني بالألعاب الرياضية وبيعمل في الكرة هذه الإنجازات لا إحنا كده بقى وقفين قدام حالة خاصة جدا حالة خاصة جدا كنادي وحالة خاصة جدا كرئيس نادي كنا نعتقده مجرد لاعب مميز كبير فطلع إنه قداري مميز جدا يمكن أكبر منه كلاعب كمان أي فقال أنا يعني الزيارة دي كانت الحقيقة فرصة عشان تدخلنا لا إحنا بقى نرجع وخصوصا الكابتل الخطيب كان واضحا جدا في الزيارة الأولى عندما رحب بها واحتفى وقال لهم كل إمكانيات النادي الآلي في كل الإتجاهات تحت أمر الهلال السوداني كل إتجاهات يعني أن حننقل برضو الخبرات الإدارية والإنشائية والشركات اللي اتعاملت والفروع وكيفية إدارتها والتمويل ولذلك شكلت أساس إبراهيم لجنة مشتركة من الناديين بدأ عملها من أمس ولم ينتهي عشان تحط بروتوكول قابل للتفعيل ما يبقىش شكلي بين الناديين اللي هيحصل بحيث أن يبقى فيه هذا التبادل من الخبرات اللي يفيد الناديين أهمية الزيارة دي تاريخيا زي ما قلت لك بتصحح موقف كان طريقا وبترجع علاقة بين أسرة الشمال والجنوب هي أسرة واحدة بيننا وبين أشقائنا سودانين وتحديدا الهلال وكمان علشان يعني نستوعد كلنا بقى أنا شافة أستاذ إبراهيم أن هناك حرك حقيقي بين الشعوب العربية دلوقتي من خلال الرياضة لإحداث التقارب المنشود أيها يعني الزيارة الأخيرة للسعودية في الماتش اللي اتعامل والتواصل والترحيب والاندماج اللي حصل وما صحبه من إطراءات وعبارات وده مطلوبة الجمود عند بقى لحظة خلاف أو لحظة متاحة هذه مراهقة فكرية يعني تعريف المراهقة الفكرية أن تظل جامداً على موقفك ولا تعترف بالظرف أو المتغيرات لكن لو أصلنا كل شيء لأصله هنجد الأصل للعلاقة الطيبة اللي بنا وبين أشققنا في الخليج وأشققنا في سودان والشمال الشمال الأفريقي بشكل عام وأتمنى أن يشمل أفريقيا كلها الزيارة دي مهمة جداً سيبنى عليها وأرجو أن كلنا نساعد في إنجاحها وأرجو بقى الناس اللي عملها لسه مش قادرة تستوعب يعني إيه نقف مع بلدنا من خلال الترحيب بمثل هذه المبادرات اللي فيها إحنا في شهر رمضان أولاً بتصفض الشياطين اللي قليلاً ألاي أه إن في ناس في ناس مش طيقة أي خبر كويس أي وأعتقد المشهد السياسي مش منفصل على المشهد الرياضي يعني البعض أيضاً يهمهم يظل الناس في هذه الخلافات والتراشقات اللي هي مش طبيعية ولا اللي زومة لها أنا أرى هذه زيارة تاريخية والحقيقة كل الأخبار اللي قلتها لحضرتك دي إنه هو كان حريص حتى قال له ما أنا عايز أنزل أتجول أنا شفت من فوق فريقب اللي وافد ريكب حتى يعني كان الدكتور سعد علي تمن عربيات جولف على حجم الله وراح طبعاً الإدارة الهندسية وسائر عرفوا على سائر الإدارات وفكرة إنشاء الشركات في النادي الآلي الحاجات الخاصة بالآلي المجلة الخنال اللي مش عارف إيه الحاجات اللي بتحطك في مكانة دولية وعالمية الراجل كل ما شاهده أعجبه وأبهره وكان دفعاً اللي إن إحنا فعلاً ناخد الأمور بشكل عملي وواقعي في تدعيم هذه العلاقة اللي بإذن الله يعني تكون خير وتتصق أيضاً مع أهداف دولتنا في هذا الظرف اللي إحنا عايشينه ظرف التكتلات اللي تواجه المؤامرات الخارجية اللي مستكترين على أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط أنها تبقى غنية بالموارد غنية بالعقول غنية بالأحلام غنية بال ده المفرقة أنه كابت الخطيب آخر ظهور له في الملاعب رسمياً مباراة الهلال أيو الدقائق اللي لعبها وهو قال له أنا فاكر لك الماتش ده ها بالضبط وكان ماتش جميل جداً وهاي يعني طيب إذن أنت الآن مش الآن لا أنا أنا مصوط من الزيارات وتدعياتها ومعناها عايزين نبني عليها كلنا ونوسع بقى حضننا ده وعبايتنا تلم كل من هو يتصور نوع الخلاف وليس فيه ثمة مبرر الخلاف لا على المستوى العام ولا الخاص حتى حتى احنا في حياتنا صحيح أنا الأول ننظر للحياة إنها أجمل وأبسط وأرق وأعمق وأنقى من كده